مساء الخير عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. توقعات برج العقرب لشهر ديسمبر الفين تلاتة عشرين هبدأ بالجانب المهني. اول حاجة هبدأ بيها قارطها وهي نصيحة مهمة. حزاري من بعض الاشخاص في العمل. يريدوا عرقلة طريق موليد برج العقرب. يعني خلي بالكو في بعض الزملاء في الشغل الكلام ليكو ليكي هيحبوا يعملوا مشاكل. او هيوجدوا عرقلة ليكو. اه في ناس لما بتشوفنا ماشين زي القطر عايزين وقفونا. اه بين النفسانة كمان. حتة النفسانة والنفوس المريضة اللي بتحاول توقفنا عن ان احنا عايزين ننجح. وخصوصا الناس دي بتبقى متسلطة على اكتر ناس عملية. هو شايفه ناجح شايفه على طول مشغول مهتم بيعلى. عمال كل فترة يعلى يعلى. ده شخص اه بيكون نفسيا باصص للشخص ده. بسبب نفسية مش تمام. نفسية جحيم. خلي بالكم الناس دي. الناس دي على قد ما تقدروا تعملوا لها حدود اعملوا. وعلى قد ما تقدروا. كلامكم معاهم يكون في صاميم الشغل وبس. ده افضل حل. يعني الناس دي مفيش حاجة في ايديها يقدروا يعملوها. مدام انت وانت ماشيين مظبوط. ومفيش اه حتة ان انتو ملوعة او ليكو في حتة الحوارات. هتلاقوا الناس دي مش عارفة تعمل منكو حاجة. اخرهم هم زعلنين بس. ولكن الصح ان انت تفضل مستمر وتكمل في انضباطك وتكملي في انضباطك. هو ده الشخص اللي بيعلى. دايما. الشخص العملي هتلاقيه. يا بيتنقل من مكان لمكان افضل. يا اما جوة المكان اللي هو فيه برضو بيتنقل من حتة لحتة ترقييات. زيادة مرتبات. بيكون عليه مسئوليات اكبر. كل حياته مهتمية بالشغل. وهو عايز يحقق النجاح. وعايز يطور من نفسه. وعايز كمان يعلى. فدي الناس العملية دايما. ما بتبصش للاشخاص اللي زي دي خالص. ولا في دمخة. هو بصص على شغله بس. ده غير بقى ان فيه تقدم مهني هيقدروا تحققوا موليب برج العرب اول اسبوعين في الشهر. وبعد اول اسبوعين هيكون فيه مجهود اكبر. والمجهود ده بسبب اوقات عمل اضافية. وعلى نهاية الشهر هيكون الحياة المهنية مستقرة جدا. وما فيش اي حاجة. ربنا يوفقك ويديك الحكمة ويقويك. هدخل عالجانب العاطفي. هبدأ بالعزاب. لقاءات مصيرة تجذب كسير من عزاب برج العرب. شفتوا بالمصيرة دي. يعني لما عارضها قلت ايه اللقاءات مصيرة دي. المهم ان فيه لقاءات يعني واضح ان فيه اه شخصيات هيجذبا او هيشدوا عزاب برج العرب. وعلى فكرة ده هيكون سبب في فرص الارتباط بالنسبة كبيرة من اول الشهر. والارتباط ده مش هيكون اول الشهر بس لا. ده هيكون على مدار الشهر يعني طول الشهر الارتباط عن اعجاب وعن حب. ولكن كمان فيه ارتباط تقليدي. ولكن هيكون متوسطة. ده غير ان فيه من ضمن الارتباط التقليدي ارتباط هيتم من خلال الصدفة. برضو تقليدي. وآآ دي برضو من الحاجات الحلوة. يعني الصدف دي احيان بيطلع منها حاجات كويسة. وبيطلع منها اتنين مناسبين لبعض. بس طبعا ما تعتمدوش على الكلام ده. اعتمدو على ان انتو تدرسوا الشخصية. ادرسوا الشخصية اللي هتكون شريكة معاكو في الحياة. وخصوصا الصالونات. يعني الصالونات انت داخل على طول على الجد. فاللي هو ما فيش وقت. انا لازم ادرس الشخصية دي عشان بعد كده داخلين في الجده اكتر. اللي هو جواز. خطوبة وبعد كده جواز. ندرس الناس اللي هنعيش معها ببيت واحد. صح ولا ايه? نينفعش تعيش مع حد ببيت واحد في عيب قاتل. زي مسلا بيجذب على طول. ده عيب انت مش هترتاح فيه ولا هتو بيحسها بالامان. فا يعني دايما نشوف العيوب اللي قدامنا لانها بتحدد. ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية مناسبة. ندخل على متزوجين ومرتبطين. استقرار ليوم عشرة. لحد يوم عشرة هيكون فيه استقرار في العلاقة. ولكن بعد يوم عشرة في خلافات هتكون محتاجة كسير من الحكمة. ده اللي مكتوب. مش كده بس واحتواء الموقف. وهيقدروا يتخطوا الخلافات دي الطرفين. زي ما مكتوب بالزبط يستطيع الطرفين التغلب على الخلافات دي. آآ في حاجات فعلا بتكون محتاجة ما يبقاش رد فعلنا سريع. ما يبقاش رد فعلنا مهين. دي الحاجات اللي بتكبر الخلافات. احتواء الموقف ان انا اوزن الامور وامتص الخلاف ده. ما يبقاش ردي رد حاد وقوي ومهين. فدي من الحاجات اللي هتخلي هو ده الاحتواء واللي هتخلي الخلاف يعدي. وان شاء الله ان شاء الله يعني اتمنى ما يكونش فيه خلافات. ولكن عشان اكون صريح معاكم الحياة لازم كده. شوية خلافات. شوية مصالحات. شوية دنيا ماشية لزيزة. شوية زعل. المهم ان احنا نحاول نحافظ على الاحترام ما بيننا. ده غير ان على نهاية الشهر يكون فيه زيارات مفرحة بوقات سعيدة. ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير. خش بقى على الجانب العائلي. تجمعات عائلية ضعيفة جدا اول عشر ايام. اول عشر ايام التجمعات هكون ضعيفة جدا لعائلات موليب برج العرب. وبعدها هتزيد. هتزيد بالنسبة كبيرة جدا. ده غير ان هيكون فيه مناسبات مفرحة هتجمع برضو عائلات موليب برج العربي. يا رب كل عائلة هتتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. هدخل على الجانب المالي. داخل اضافي من بداية الشهر. وده بسبب مكاسب مالية هيقدروا يحققوها موليب برج العرب. وكمان هتكون سبب في الاستقرار المادي وتعزيز الماديات. ده اول عشر ايام. وبعد يوم خمستاشر هيكون فيه نقص مادي نسبي. يعني شوية ماديات كده هتكون نقصة. مش بنسبة كبيرة. وبعد يوم خمستاشر هيكون فيه نقص ماديات بنسبة. يعني بنسبة بسيطة مش بنسبة كبيرة. وده هيكون سبب فيه تنازل عن بعض الاحتياجات. ده غير ان نهاية الشهر هيكون فيه استقرار مادي بنسبة مقبولة. يعني هيكون برضو مش استقرار بنسبة مية في المية. اه حابب اقول مش عيب ان احنا نتنازل عن شوية احتياجات. اهم حاجة ما يكونش الاحتياجات دي اساسية. احتياجات مهمة زي ادوية علاج اكل. ولكن فيه حاجات رفاهية ممكن نتنازل عنها. اه فيه ممكن نتنازل عنه لو بيأثر على مادياتنا. فالحاجات دي مش عيب. بالعكس دي منتهى الحكمة والنضق. ربنا يوسع من رزق جميع. هدخل بقى واتكلم عن التجار وصحاب المشاريع. ارباح مرتفع وده اول اسبوعين. وبعد يوم خمستاشر هتكون الارباح اقل نسبيا. عايز اقول حاجة. المفروض ان الشهر ده شهر ايجابي جدا على مشاريع موليد برج العرب. ده المفروض. ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. اخر حاجة الجانب التعليمي. تفاوض كبير لطلاب برج العرب. وده اول اسبوع. ده غير ان هيكون عندهم اوقات جدة جدا وانتظام في الدراسة. ونهاية الشهر المفروض برضو انه بينتظرهم نتائج ايجابية. عايز اقول للشباب والبنات افضل حاجة ان انت تكون عامل زي القطر. يعني ماشي على القضيب على طول. مفيش حاجة بتوقفكم. القضيب ده هو اه المذاكرة. المواد. اللي انت على طول ماشي عليها. علشان توصل للمحطة اللي انت عايز توصلها. اللي هي ايه? اللي هي النجاح. مش صعب ان انتوا تحققون النجاح ابدا. بالعكس انتوا ان شاء الله مستنيكم نجاح. ولكن هي القصة كلها محتاجة ان انا اتعب. محتاجة ان انا ركز. محتاجة ان انا اضغط نفسي شوية. عشان اوصل ليه النجاح. ان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة. المفروض الشهر ده يعني فيه نتائج كويسة جدا للطلاب برج العرب. دي كانت طاقات مالي برج العرب لشهر ديسمبر. لو عجبكم الكلام ده. تنسونيش في اللايك لو مش مشتركة او مشتركة. ايه? تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. وتشكل اوليكم. سلام.